لو البيبي بتاعك بقى عنده التهابات في منطقة الحفاظ بالمنظر ده اوعد استخدام الكريم المشهور المنتشف بين الأمهات بالأسف هيحول منطقة الحفاظ للبيبي من الشكل ده للشكل ده ممكن يغير شكل منطقة دي عند البيبي على طول الكريم المشهور ده هو كيناكمب صحيح ان كيناكمب كريم في مضادة حية ومضادة الفطريات ومضادة الالتهابات وبيجيب نتائج سريعة ولكن ممنوع في حالة الدباءات الصغيرية لان كيناكمب للأسف فيه كورتيزون الكورتيزون ده فعلا ممكن يسبب غمقان وصمارس منطقة الحفاظ بالمنظر اللي انتشفتو ده ده غير انه بيعمل حاجة اسمها ترقك للجلد يعني ممكن يغير شكل المنطقة دي تماما عند البيبي هات كيناكمب اه صحي ممكن استخدمه ولكن تحت اشراف طبي والموض ده بكام يوم بس وما بنكررهش تاني الدكتور استخدم ايه للبيبي بتاعي؟ بحالة التهاب الحفاظ طبعا كريمات الاطفال الطبية الموجودة في السيداليات زي مثلا كريم اطفال موجود في السيداليات اسمه حابنس حابنس ده فيه زينك اوكسايد بالضبط نفس تركيبة سودو كريم اللي احنا خلاص بطلناه وفيه كمان زيت السيمسون وزيت السيمسون ده نفس تركيبة ميبو جل بتاع الحروق والجروح فزي ما ميبو كده سريع جدا في التأم الجروح والحروق واي التهابات في الجسم وبصراحة يعتبر سحب حابنس برضو بيعتمد على زيت السيمسون هيعمل برضو التأم سريع جدا للجروح والالتهابات الموجودة عند البيبهات الصغيرية ثاني من الروايح تماما لان العطور والروايح دي للأسف ممكن تزود الالتهاب اكتر في المنطقة دي كريم هابنس نقدر نستخدمه كل يوم مختبئ نغير الحفاظات للبيبهات الصغيرية سواء في التهاب او مفيش التهاب ولو في التهاب شديد بقى نستخدم كريم هابنس ونستنى عليه شوية اول ما يتشرق ممكن نحط طبقة خفيفة قوي من الفزلين عشان ده يعمل حاجز بين المنطقة دي عند البيبي والبلن اللي بيكون موجود في الحفاظات وعاوز اقولك بان انت ممكن تستخدمي هابنس ليكي انت كمان مش بس للبيبي بتاعتي تقدر تستخدمي عشان تهدي البشرة بتاعتك بعد الشابنج او بعد جلسات الليزر من منزلي او حتى بعد جلسات الليزر العيادات يهدي البشرة بيمنع الالتهاب والاحمرار ويمنع ان الاحمرار بقى يقلب عندك بصمار